خلينا نبدأ بامتحانات النقل لصفوف الأساسية كيف تبعت اليوم الأول لهذه الامتحانات؟ هل الأسئلة جاءت متفقة مع مستوى الطلاب؟ يعني ما هو رد الفاعل؟ النهاردة طبعا بدأت امتحانات صفوف النقل وصفوف النقل من الصف السادس اللي ابتدائي لحد الثاني الإعدادي وكمان ربع وخمسة ابتدائي كان امتحاناتهم النهاردة الامتحانات مرت بسلام ما كانش فيه شكاوى من صعوبة الامتحانات ما كانش فيه شكاوى من صياغة الأسئلة ومن سيستم الامتحان الأمور صارت طبيعية جدا وأولياء الأمور والطلاب خرجوا من الامتحانات بيشيدوا باتصاق الأسئلة مع مواصفات الورقة الامتحانية للمركز القومي للتقويم والامتحانات خاصة أن الأسئلة في جميع الصفوف بقت عن طريق بنوك الأسئلة يعني الأسئلة دلوقتي صحيح يعني نعرف أن الأسئلة كلها جاءت من خلال البنوك وبتختلف من مدرسة الأخرى الحقيقة وبتقيس مستويات الفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة كل مادة بالزبط كده لأن طبعاً البنوك الأسئلة دي ده الشعر الجديد بتاع وزارة التربية والتعليم إن الموجهين اتدربوا تدريب كافي جداً إن هم إزاي يختاروا الأسئلة اللي تيجي للأولاد زي ما حضرتك قلت بتبقى مختلفة من مدرسة إلى أخرى ومن إدارة تعليمية إلى أخرى ولكن يعني فيه بيبقى سمة عامة أو سيستم عام إن الأسئلة يعني تتدرج من السهولة إلى الصعوبة تقيس مستويات الفهم المختلفة نواتج التعلم كل هذه الأمور بيتم مراعاتها في الامتحانات طبعاً فيه التجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني السنوي دول هيبتدوا الإسبوع الجاي يمكن فيه بعض المحافظات هتبتدي الإعدادية يوم السبت المقبل والبعض الآخر زي محافظة القاهرة هتبتدي يوم 18 بالنسبة لي أولى وثانية سنوة هيبتدوا إن شاء الله يوم 14 يناير أيضاً كل هذه الأمور يعني بتتم بتنسيق ما بين الإدارات والمدريات التعليمية مع وزارة التربية والتعليم لكن امتحانات النقل عموماً بما فيها الصف الأول والثاني السنوي كلها مسئولية المحافظين والإدارات والمدريات التعليمية وزارة التربية والتعليم لامتحانات المركزية في السنوية العامة فقط لكن طبعاً الإشراف العام لوزارة التربية والتعليم طبعاً أولى وثانية سنوية هيمتحنوا امتحاناتهم ألكترونية فيما عادة الجزء الورقي وهيبقى الجزء الورقي ده متعلق بالأسئلة المقالية طبعاً نسبة الأسئلة المقالية حوالي 15% نسبة الاختيار من متعدد هتبقى حوالي 85% طبعاً الأسئلة بتشمل اختيار من متعدد طبعاً فيه النهاردة كمان الامتحان كان شامل أجهزة صح يعني أسئلة صح وغلط كمان فيه أسئلة يعني أكمل للنقاط التالية فيه الاختيار أيضاً من متعدد فيه تنوع فيه الطريقة الأسئلة طبعاً كل ده كان فيه مطالبات برضو من الطلاب يا أستاذة نفين يعني بتحديث أجهزة التابلت فيما يتعلق به الصفين الأول والثاني الثاني طبعاً هي دايماً الوزارة بتنبه على مسألة تحديث أجهزة التابلت قبل الامتحانات علشان يقدر يدخل على سيستم الامتحان اللي هيبقى داخلي من خلال المدارس يعني امتحانات الأولاد تبقى من سيستم داخلي وسيرفر داخلي في المدارس مش عن طريق شبكة الانترنت ولذلك الوزارة بتطالب دايماً الطلاب بتحديث التابلت بما يتوافق مع سليب هذه الامتحانات أو هذه الخدمات الموجودة داخل المدارس المدارس الخاصة هيمتحنوا في مدارسهم مش هينتقلوا لمدارس حكومية زي ما كان بيحصل في السنين اللي فاتت وهيمتحنوا في مدارسهم من خلال شبكة الانترنت ومن خلال شريحة الموبايل اللي هم مستلمينها خاصة بأجهزة التابلت أيضاً من السنوات الماضية أو اللي ما استلمش بيستلم خلال الأيام اللي هي قبل الامتحانات فطبعاً الوزير التربية والتعليم للحياة الدكتور ريدا حجازي يعني مدي تعليمات أن تتم الامتحانات في جو هادئ وطبعاً أصدر كتاب دوري لتنظيم عملية الامتحانات وأن الامتحانات ما يحصلش فيها أي مشاكل ولو في حالة في مدرسة حصل عندها مشكلة في السيرفر أو مشكلة في السيستم الداخلي بتاعها بيتم تحويل الامتحانات أوتوماتيك للورقية يعني الطالب اللي مش هيقدر يتمكن من الدخول على الشبكة الداخلية بتاعت المدرسة أو أداء الامتحان ألكترونياً يبتدي أن هو يمتحنها ورقية فوراً الوزير مدي هذه التعليمات لكافة الإدارات والمدريات التعليمية وطبعاً المفروض أن يتم الالتزام بهذا الأمر بنوك الأسئلة عايزين نتكلم فيها شوية يعني إزاي فادت العملية التعليمية وإزاي بتفيد الامتحانات يا أستاذ النبي؟ طبعاً هيتم تجربتها مع السنوية العامة ونجحت يعني نجاح باهر الحقيقة لأن بقى فيه يعني تدرك في الأسئلة من السهولة إلى الصعوبة كمان فيه تنوع في الأسئلة كمان الأسئلة بتبقى شاملة لمنهج كله بالكامل فتم طبعاً تجربتها بعد كده على المرحلة الإعدادية وبعد كده تم تعميمها على كمان المراحل الابتدائية لأن طبعاً الوزارة التربية والتعليم رأيت أن يعني ده نظام عادل أو نظام بيحقق الشفافية وبيحقق المسهوة وتكافؤ الفرص ما بين الطلاب بمعنى أن المواجهين بيتم تدريبهم بصورة كبيرة على أن هم إزاي يختاروا من بنوك الأسئلة الأسئلة اللي هتيجي في الامتحانات طبقاً للتدرج أسئلة لقياس مثلاً القدرات العليا أسئلة للطالب فوق المتوسط أسئلة للطالب المتوسط فبيبقى الامتحان كله شامل جميع أنواع الأسئلة المختلفة اللي بتناسب شرائح المختلفة من الطلاب وأيضاً الفروق الفردية في المستويات ما بين الطلاب سواء في المرحلة الابتدائية والإعدادية والسنوية فطبعاً بنوك الأسئلة دي أنا شايفة الحقيقة أنها حققت تقدم كبير جداً في نظم الامتحانات بصفة عامة وخاصة في هذه المراحل بالنسبة لي كنا دايماً بنشوف في بعض الإدارات والمدرئات التعليمية الطلبة بيشتكوا من أسئلة يعني تبقى من خارج المنهج أو أسئلة مش متصقة مع المنهج أو أسئلة فيها نوع من أنواع يعني النواح السياسية أو الحزبية وما إلى ذلك والشعارات الدينية وما إلى ذلك لكن دلوقتي أنت عندك بنك أسئلة لكل مرحلة بتبتدي كموجه تختار من الأسئلة المحددة اللي وضحها خبراء متخصصين في هذا الأمر بما يتصق مع الامتحانات ومع المنهج اللي تم تدريسه للطلاب خاصة طبعاً الطلاب هيمتحنوا في المنهج بتاع الفصل الدراسي الأول كاملة يعني هم امتحنوا امتحانات شهر اللي هو شهر أكتوبر وشهر نوفمبر وطبعاً هيتاخد متوسط هذه الامتحانات بالإضافة إلى الامتحان آخر اللي هو الفصل الدراسي اللي هو الفصل الدراسي الأول وهيمتم تجميع هذه الدرجات بالنسبة للطلاب